السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي في قناة سوسو اليوم ان شاء الله سنشارك معكم واحد وصفة اللي تصفي الوجه وتنقيه وتهنيكم كذلك من الحبوب فانا سننظر لكم في هذا الفيديو على واحد صابونة لعن تجربة يعني زوينة زوينة بزافة للحبوب و سنستعملها في هذا الوصفة هذه فبلا ما نطول عليكم ندزل مكونات الوصفة وطريقة الاستعمال ديالها اول مكون غدي نحتاجه في هذا الوصفة اللي هو الروز بالنسبة لي فكنستعمل هذا الروز الابيض اللي النوعية دياله جيدة فمدام الوصفة غدي نحتاجها للوجه ديالنا فمن الاحسن اننا نستعمله يعني الروز اللي الجودة دياله عالية ما يكونش الروز الاصفر يعني هذاك غلاسي قصو يكون الروز الابيض إذا لم يكنش نتوفر عندكم يعني الهدر النوعية هادي فتقدروا ستعملوا أي نوع من الروز عندكم يعني إذا كان الروز الابيض الاخر فحاولوا أنكم تنقيوه من دياله غادي ناخد واحد القرعة اللي كتسد قرعة ديال الجاج او لاشيكاس المهم نتوفر عندكم وغادي ندير واحد المقدار يلجج مع القبار ديال هذا الروز هذا وغادي نضيف عليه الماء ماء عادي ديال الروبيني المهم حتى يتغطى لنا الروز يعني الكمية اللي احنا غادي نحتاجوها ديال المر يتغطى لنا الروز بحال هكا صافي وكنتدو على القنينة وكنحتفظو بها يعني ليلة كاملة هنا هي العمل اللي كنديروها هي أننا كنخمروا هذا الروز باش المكونات اللي كتكون في هذا الروز تطلق لنا في ذاك الماء يعني إذا كنتم مزروبين بهذا الوصفة هادي فأقل مدة يمكن لكم تخليوا هو ثلاثة ديال السواية وتقدروا مثلا أنكم تديروا في الصباح ويعني تديروا الوصفة بالعشية وأفضل حاجة هي أنكم يعني تخليوا الليلة كاملة باش يطلق المكونات ديالو في هذا الماء ثاني مكونات غادي نحتاجو له في هذا الوصفة ليه هو السابونة فأنا استعملت هات السابونة وعجبتني بزل وبغيت نتشاركها معكم ونعطيكم معلومات عليها وكذلك غادي نستعملها في هذا الوصفة فهذا السابونة أولا يعني تقدروا أنكم تلقوها في الصيدلية وكذلك في البرفارماسي وكذلك في المحلات ديال الباعة ديال الماكياج ثمن ديالها كي تطراوح ما بين 17 درهم حتى 20 درهم وكنت تحكم أنكم تحاولوا تاخدوها من الفارماسيين يعني كتعرفوا أنكم اخذتوا واحد منتوج ديهو بالنسبة لهذا السابونة فهي كتستعمل الجسم كامل يعني الوجه اليدين الجسم كامل بالنسبة لهذا السابونة يعني كتصلح للناس اللي عندهم بشرة حساسة وما كيبغوش يعني الأنواع ديال السابونة الأخرين كيكونوا الرواحة ديالهم مجهدين وكذلك الناس اللي عندهم حساسية أي نوع من حساسية أو للحكالي كتكون شديدة أو للإحمار ديال الجلد يعني بسبب من الأسباب أو للتهايوجات للجلد كذلك كتصلح للناس اللي عندهم الكزيمة وكذلك الناس اللي عندهم الحبوب يعني بغيت نؤكد على هذا القضية هذي الناس اللي عندهم الحبوب فيعني كتصلح لهم بزا فهي كتنقل وجه من هذي الحبوب كتعقم لنا الجلد كتعقم لنا كذلك الحبوب يعني كتبدأ تنقصهم لنا يعني حتى بشوية بشوية مع المدومة والاستعمال يعني كينقص الحبوب حتى كيتحيدوا يعني البنات اللي عندهم الحبوب فيستعملوها فراها زوينة زوينة بزا فاللي زوين بزا فهذا السابونة هذي انها كتعقم لنا الجسم دينا كتحيد لنا يعني الميكروبات اللي كانين في الجسم دينا خاصة طران فهذا الفترة هذي ديال الفيروسات فهذا السابونة يعني الناس اللي خصومي استعملوها الناس اللي عندهم البشرة مختلطة وكذلك الناس اللي عندهم البشرة الدهنية فكتحيد لنا هذوك الدهون وكتنقل لنا البشرة من العم وكت يعني تسد لنا دوك المسامات اللي كيخرجوا منهم الدهون وبالنسبة للناس اللي عندهم البشرة اللي هي نشفة فما يستعملوش هاد السابونة لانهم غد زيد نشف لهم البشرة ديالهم فكما قلت لكم قد تطلع فقط الناس اللي عندهم البشرة المختلطة وكذلك البشرة الدهنية فغيت بدو تلاحظوا يعني الفرق فأول أسبوع ديال الاستعمال ديالها يعني را كتعلج لنا واحد مجموع المشاكل ديال البشرة قد تعطي كذلك واحد اللماء عن البشرة يعني مع المداومة والاستعمال قد ترتب كذلك الجسم يعني وكتحيد لنا الحبوب في واحد المدة قصيرة يعني ما كتحيدهمش بمرة في أول وهلة و أول أسبوع ولكن مع المداومة فغادي تبدو تلاحظوا أن الحبوب كي بدو يقساحوا بشوء بشوء كي بدو يختفي بصيفة نهائية يعني غاستكم غير تدوموا عليها المدة فغادي تلاحظوا الفرق غادي نحلاليكم باش شوفوا الشكل ديالها فهاكي قد تكون في واحد البلاستيكة اللي هي مغلوقة وكي كل لون ديالها يعني ميل البني فغادي ندوزوا باش نكملوا الوصفة ديالنا فغادي ناخد هات الصابونة هادي وغادي نحكى بالحكاكة من جهة رقيقة غادي نحك فيها فقط الكمية اللي أنا محتاجها في الوصفة وغادي نحتفظ بالباقي الصابونة يعني حتى نحتاجها لأي وصفة أو لا يعني الاستعمال باش أنا نغسل بها وجهي صافي أنا هنا يحكيت الجوت اللي غا نحتاج لي يعني را واحد شوية يعني غادي كفينا الواحد المدة اللي هي طويلة بالنسبة للناس اللي ما عندهمش هات الصابونة او لا ما عندهمش مشاكل في البشرة ديالهم فيقدروا استعملوا الصابونة ديال الطاوس فهي حتى هي فعالة جدا في الطبيض نزوينا بزاف يعني اللي ما عندهمش هات الصابونة فيستعمل الصابونة ديال الطاوس صافي هنا يكن ناخد هادك الروز اللي خمرته مدة ليلة كاملة غادي نخويه في انا اخر وغادي نطحنه حتى يولي لي واحد الخليط اللي هو متجانس غادي نحنه مزيان مزيان ما يبقوش يا دوك الحبيبات ديال الروز و اللون دياله كيف غا تشوفوه كيفاش كيكون يعني كيكون بحل حالي بكي يرجع ابيض كياخد اللون ديال الروز صافي هنا يغادي نصفيه بصفايا على هات الشكل كيبقو دوك الحبيبات ديال الروز هنتم ما كتشوفو را تقريبا ما كاملش كاس كيميا لي درتس هي جوج مع القبار ديال الروز خرجو لي كاس مع مرش صافي هنا غادي ناخد واحد الكاسر هنا لغادي نصفيها هادك الماء ديال الروز وغادي نضيف لي نشاء الدراء او للميزنا تقريبا واحد ملعقاء كبيرة ممتلئة غادي نحرك مزيان هادك النشاء مع الماء وغادي نديرهم على ناري تكون مهيلة مع التحريك المستمر باش مايعقدش لنا الخليط ديالنا دفعة واحدة وباش مايتكورش لنا هادك النشاء يعني كنحركو باستمرار صافي هنا يا بعد ما كيدش كليا واحد الخليط اللي هو كريمي كنضيف هادك الصابون لي حكيتو يعني وما زال الخليط سخون باش هكا يعني كيدو بليا هادك الصابون كنحاول انني نحرك مزيان مزيان بها الطريقة هادي كيدو بلي هادك الصابون يعني دغية دغية في هادك الكريمة اللي وجدنا هنا غادي نضيف واحد ملعقاء من زيت جوز الهند فهو يعني كيكون هكا فهو تيكون هكا صرب يعني مثل احتفظو بيه في المجميل باش كي يبقى لنا واحد مدلية طويلة وما يخسرش لنا فانا اخديت هنا يا ملعقة صغيرة فغادي يدوب يعني مع الخليط باقي صخون غادي يدوب لنا دغية ولا ما بغيتوش تحطوها كيفا تقدروا تديروا هو يعني داي إلا ما كنتوش كتوفروا على زيت جوز الهند تقدر تعوضوها بأي نوع من الزيوت اللي كتستعملوها للوجه ديالكم و اللي كتجي مع الوجه ديالكم صافينا يا بعد ما خلطت الخليط وتجنسوا كل شي المكونات مع بعض هذا هو القوام اللي كنحصل عليه فباش ما خليته فكيجي القوام ديالو كيزيد يعقد وكيزيد كيولي كتيف اكتر هانتوما هنا كتشوفوا خليته واحد مدد يجوج دقايق فكيولي القوام ديالو كثيف باش ما خلينا يعني كيزيد يعقد هاد الخالط هذا فمباشرة من كتبرد لي الوصفة فكتزيد كتعقد يعني كدما خلينا كدما كيزيد كيعقد وكيولي كريمي اكتر كيجي يعني قوام ديالو تقيل صافينا كنديروه في شبواطة او لا في شقرعة اللي غنحتفظو بي فيها وغادي بقى لنا واحد مدة اللي هي طويلة لان ما عندنا شي حاجة اللي غادي تخسر لنا في هاد مكونات هادي ففقط ننغلق العلبة بإحكام ونديروها في الثلاجة يعني لقت ما بغينا نستعملو منها فكنا اخدوه فقط بالملعقة وكنستعملو الجسم ديالنا كامل يعني سواء الوجه او لا اليدين او لا الرجلين فكيستطلح هاد الوصفة هادي الجسم كامل صافينا يا غادي تشوفوني غادي نطبق هاد الوصفة هادي على اليد ديالي ففقط يعني كنت نديرو كيمية من الوصفة على اليدين ديالنا او لا الوجه ديالنا او لا الرجلين ديالنا صافي وكنبقوا هاكا بشكل دائري وكننخليو هاد الوصفة واحد المدة ديال اا 20 دقيقة في اليدين ديالنا مباشرة ما كتفوت المدة ديالا 20 دقيقة صافي كنغسلو اليدين ديالنا بالماء البارد وكننشفوهم بالمنشافة وبالنسبة للوجه يعني كنحاولو اننا ندهنو الوجه ديالنا بشي مرطب او لا نديرو اا شي زيت اللي احنا متعودين اننا نديروها وحب بدا اننا نستعملو الوصفة اا في الليل يعني اي وصفة نحاولو نستعملوها بالليل باشها كما نتعرضوش للاشيعة ديال الشمس او لا الضوء ديال النهار اا نستعملو الوصفة ليلا ويعني نديرو مرطب الوجه ديالنا يعني من اول استعمال مباشرة من كنغسلو الوجه ديالنا او لليدين ديالنا فكنحسب واحد نعومة واحد الاشراقة في الوجه ديالنا او لليدين ديالنا يعني كيولي ورطبين كيولي وناعمين اا وكي تكون فيهم واحد نظارة يعني هاد الوصفة فكي تبيض الوجه كي تبيض اليدين وكذلك يعني كي تصفي البشرة وخصوصا اننا درنا هاد صبونا هادي ديال نوفوبك كي تهنينا من الحبوب كي تهنينا من الحبوب يعني مع المداومة فكي نقصو الحبوب شوية بشوية اا وخاصة ان الناس اللي كي يعانيوا من حب شباب فعليهم بهاد الوصفة وبهاد صبونا كذلك يعني غادي يلقون نتائج مرضية اا اللي غادي تعجبهم اا صراحة اتمنى ان الوصفة ديال اليوم تنال اعجاب ديالكم وتجربو هاد الوصفة ما تبخلوش يعني اا باللايكات ديالكم وبالتعليق ديالكم اا ولكنتو اول مرة كتزوروا القناة فاشتركوا في القناة وفعلوا الجرس دائما باش توصلوا بجديد القناة